ملبسة بعض ماهو ملبسة بعض ماهو عندي بصل وعندي تماطم وعندي فلف الألوان وفلف الحار ومادة دهنية زبدة وزيت أو سامنة وزيت وعندي شوية من التوم الشرايح وملح وفلف الأبهار وشوية شكة وشوية جوست الطيب وبعد كده التاجين بتاعناهو هناخد الكلام ده كله بحالة كده بحالة لانهو سقط كله مع بعض كده زي ما انت شايف على قد الطيجين اللي هتعمله على قد الزلعة اللي هتعملها زي ما انت عايز زي ما انت شايف كده قدامك هون وبعد كده ده أساسي دي احنا بدانا بالشربة يا شافة بص توم شرايح ها ده بدين بالشربة بدين باللحمة باللحمة أول حاجة داي وفلف الحار كمان وده اللعنة عشانك كلهو ده يدفي الفلفل الحار الكتير ده ده يدفي ودي الزيت اهو وزبدة و ايه تاني يا حسن بصل و ايه تاني يا حسن طماطم اللحم كله على بعضه كده بتستنيه تلفل الوان تلفل الوان وتعالى تبل خلح تلفل بهار شطة تلفل الوان تلفل الوان طبعا انا كمارتها ودخلتها الفل لا مانفعش تجيب ميتها اه اه لازم تجيب ميتها عشان كابت شد اه تجيب ميتها على طول انا غلطانة وشفتوا يا جماعة الاستعجال في الطبحة غلط بص يا عمي الشام دخل كله وبعده كده يا حسني بص يا عمي حسني يا عمي الشام مش محتاج اي حاجة محتاج ايه محتاج ايه بص تركة محتاج انك ايه تستفت غطيها كده ساعة اثنين زي ما انت عايز العاجين اعملها لها عندي كبتين ونص كبتين ونص من spirituality العاجينة دي هاعملها عشان اغطي بها الزلعة او الطاجين بالمناسبة العاجينة خطيرة تعمها لان اعملها هوا بص هندي لها ايه نص معلها صغيرة خميرة نص معلها صغيرة من البيكينبودى ونص معلها صغيرة من الملق وااخد العاجينة دي وهاروح ايه مشغال عليها العجان بتاعي ادمج الدقيق مع الخميرة والبيكمبودر وشوية سكر وشوية ملح ونص كمية يا جمالك ونص كمية الدقيق مية واحدة واحدة كده يا حسن